اشتركوا في القناة ليلة عبداللطيف سيدة الإلهام وآخر اللقاء طلعت فيها على قناتها على اليوتيوب واللي كان مبارح وقالت فيه توقعات جديدة وقبل ما قلوكوا على التوقعات ياريت روح تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو بتشوفونا لأول مرة واتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوات الجديدة اللي بنقدمها في القناة ليلة عبداللطيف قالت في بداية الحلقة إن في آخر كل شهر إن شاء الله وحتقول توقعات مطولة لكل دولة على حدة سواء كانت دولة عربية أو غير عربية وتكلمت عن مجموعة من التوقعات الجديدة اللي شايفاها ممكن تحصل في الأيام القادمة من النص التاني من عام 2021 اتكلمت ليلة عبداللطيف عن موضوع فيروس كورونا والجديد فيها وقالت إن كورونا بالنسبة ليلة عبداللطيف انتهت وإن اللي بنتعامل معه دلوقتي هو دور إنفلونزا عادية واستشهدت بتقرير بريطانيا عن فيروس كورونا إن خلاص الموضوع اتحجم لكن هي قلقانة مش من فيروس كورونا بقى لكن من التحورات اللي بتطلع منه بتقول إن الطفرة دي بتبقى مختلفة تماماً عن الفيروس الأصلي اللي طلع سنة 2019 و2020 فبتقول إن الفيروس بالنسبة لها خلاص انتهى وإن الأمصال والعلاجات هتنهي عليه بسهولة اتكلمت في توقعاتها بعد كده عن دولة العراق بتقول إن القاظمي بيعمل إنجازات كبيرة للعراق وشايف إن العراق دخل على مراحل مهمة جداً وحيحل السلام عليها وهي مش لوحدها لكن كمان بالنسبة لليمن وليبيا وسوريا وخصوصاً في العراق هتنتهي كل المشاكل السنادي أما عن الوضاقة اللبنانية في لبنان واللي شغلة كل اللبنانيين فبتقول بالنسبة للفلوس هترجع خلال سنتين لإن اللبنانيين دايماً بيسألوها إمتى هيستردوا أموالهم فهي قالت خلال سنتين وبالتدريج بعد كده بتتوقع إن هيحصل زعزعة اقتصادية في أوروبا وأمريكا لكن بتتفائل بالسعودية وقطر والإمارات ودول الخليج لأنهم هيتحدوا وحيبقوا إيد واحدة وحيبقوا أفضل من الاتحاد الأوروبي وأمريكا توقعاتها لإيران بتقول من قلب الداخل الإيراني في تغييرات أتمنى تكون تغييرات للأفضل لكن المظاهرات مخل ستش وشايفة فيه مفاوضات بين إيران وأمريكا لمحالة بالنسبة للملف النووي توقعاتها للبنان بتقول إن الانفجارات هتفضل موجودة في لبنان وفيه فوضى وفيه شغب لكن في النهاية المشاكل دي هتنتهي ولبنان هترجع أفضل ما يكون وقالت إنه هيكون فيه نوعين من الفيروس هيكونوا موجودين واحد هيظهر في أمريكا واحد هيظهر في أفريقيا وإنه حينتشر حشرات هتسبب أمراض ومشاكل لكن قالت إن الفيروس اللي هيظهر في أمريكا هو اللي هيكون أسوأ وأقوى توقعاتها بعد كده لسلطنة عمان قالت إن سلطنة عمان عايشة في سلام محلها والدول العربية لكن حنشوفها بتنفتح أكتر على الدول العربية وحتتخلى عن سياسة الإنغلاق اللي عايشة فيها توقعتها بقى للكهرباء في لبنان بتقول إن الحل بتاعها مش دلوقتي لكن في المستقبل في حل ولبنان هيكون فيها كهرباء 24 ساعة في البيوت ومش هيحتاجوا لمواتير توليد الكهرباء في البيوت والرؤية دي بتقول إنها لقدام في مستقبل لبنان أيضا تتوقع مصالحات بين تركيا والسعودية بحكمة ولي العهد محمد بن سلمان اللي بتعتبره عراب المصالحات للدول العربية شايفة كمان حزنة في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وتنكيس للاعلام أما توقعاتها لأوروبا فها بتقول إن الوضع الاقتصادي لأوروبا هيكون سيء جدا بسبب فيروس كورونا والإنغلاق اللي حصل وده أثر بشكل كبير على الاقتصاد أما توقعاتها بالنسبة للبنان فبتقول إن أحد الشخصيات البريزة في لبنان هيتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة وممكن الشخصيات دي تكون لأحد النواب أو الوزراء بتقول إن مطار رفيق الحريري هيحتل حدث بارز وكبير في المرحلة القادمة وبتقول إنه لفترة هتوقف بعض الرحلات لكن إيه السبب وإمتى فهي مش عارفة بالنسبة نبيه بري بتقول إنه حيمنع الانهيار التام قبل الانفجار الرهيب يا ترى إيه اللي تقصده بالانفجار الرهيب وإيه الانهيار التام اللي حيمنعه نبيه بري أيضا بتتوقع إن الرئيس العربي حيرحل عن شعبه قريبا وبتتوقع إن الشارع اللبناني حيشتعل من جديد وبخطورة أكبر كثيرا من قبل وحيكون في حالة من الغضب الكبير بتتوقع إن أحد مسؤولين الكتة الانيابية حيكون في المستشفى وبتقول خايفة على بعض الإعلاميين والمصرفيين بتقول إنه حيحصل محاولة إغتيال وبتقول لهم انتبهوا أيضا بتقول إن فيه منهم حيمشي من البلد وخايفة من إغتياله أيضا بتتوقع إن فيه طائرات مش لبنانية حتحلق فوق سماء لبنان لكن هي مش عارفة دي طائرات إيه ولا جاية ليه وبتقول إن التلفزيونات حتواكب الحدث وبتتوقع حدث أمني خطير حيهز مطارات العالم خاصة الدول العربية أو الأجنبية والخطر حيكون كبير جدا أما توقعتها بالنسبة لسد النهضة فتكلمت وردت على الناس اللي بتسألها هل حيحصل حرب بين مصر وأسيوبيا فقالت لأ مش حيحصل حرب لأن بحكمة السيسي وحكمة رؤساء الجوار زي السودان وغيرهم من الدول الموضوع حيتحل بس مش هيكون في حرب وبتقول إن بحكمة السيسي حتتحل الأمور ولن يصل الأمر لدخول مصر في حروب ومصر آمنة أما توقعتها للكويت فبتقول إن أمير الكويت حيخرج بقرار للناس إن اللي مش معاه أوراق سبوتية فقط بسبرات فحيديهم الموافقة والأوراق داخل الكويت أيضا تتوقع عفو كبير عن عدد من السجناء في عدد من الدول العربية وعفو عن بعض المديونين في الإمارات والكويت ومصر والدول العربية توقعتها لكندا بتقول الاقتصاد حيتحسن وحنرجع نشوف كندا خلال سنتين دول وبتتوقع حزن وحداد وتنكيس في بريطانيا دي كانت سريعا أهم وأحدث توقعات ليلى عبداللطيف لعيد الأطحى المبارك والفترة القادمة بالنسبة للدول العربية وللعالم شكرا لحسن متابعتكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وشوفكم بكرا إن شاء الله وتوقعات جديدة وضمتم في أمان الله ورعايته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة